الأزمة الاقتصادية أخذت تمتد إلى قطاع السلاع الفاخرة التي قومت تراجع الطلب العالمي لسنوات عديدة مجموعة ريتشمونت العالمية المالكة لمحلات كارتيا ومومبلون للمجوهرات والساعات أعلنت تسجيل طباطئ في مبيعاتها قبيل الميلاد وقد تمت ملاحظة تراجع المبيعات في معرض جناف للسلاع الفاخرة الذي بدأ الاثنين وسيستمر لغاية الخميس المقبل أحد المحللين أشار إلى أن المخاطر التي واجهها القطاع هي الأزمة الاقتصادية الأوروبية لإجراءات التقشفية وقوة العملة السويسرية